بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا النيابة عن سيدي خاد المحرمين الشريفين الملك سما بن عبد العزيزة للسعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية حيث نسعد بعقب القمة التي تأتي تكريسا لعلاقة صداقة صداعون بين دول مجلس تعاون الخليجي العربية ودول ربطة الأسيان يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة وما يحق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار ويؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة هاليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء وفي هذا صدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة وأهمية التزام القرون الدول الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية وتاهيها للظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفر الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحق الأمن والازدهار للجميع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد حققت دول مجموعتين إنجازا مهما في طريق التنمية الاقتصادية حتى تثرياوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 رليون دولار وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في النتج المحلي العالمي حيث نمى الاقتصاد دول مجلس تعاون بنسبة 7.3% ونمى الاقتصاد دول الأسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022 وذلك يدفعنا للعمل معا نحو الاقتصاد أكثر ازدهاراً إن العلاقات التجارية بين دول مجموعتين تزداد تطوراً ونمو حيث بلغ حجم التجارة مع دول الأسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس تعاون الخليج العربي عالمياً بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار وتشكل صدرات دول مجلس تعاون إلى دول الأسيان 9% من مجموعة صدراتها وبلغ حجم الواردات من دول الأسيان مرسبة 6% من مجموعة واردات دول مجلس تعاون وخلال العشرين عام الماضية ومثلت استثمارات دول مجلس تعاون في دول الأسيان مرسبة 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للدول الأسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار وشكلت استثمار دول الأسيان في مجلس التعاون خليدي مرسبة 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار وفي ظل ما تمتلك دول مجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح أفاق جديد للتعاون في جميع المجالات وإننا ندشيد المستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في محافل الدولية لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدول المشترك لتحقيق أهدافنا بما يلبط طلعات شعوبنا وفي هذا الصدد فإننا نثمن إعلان دولكم دعم تشريح مملكة لصدفة معرض إكس بو 2030 في مدينة الرياض أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تأتي خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الأسيان لمدة عام 2024-2028 لرسم خارطة طريق واضحة لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا إن دولنا لستستمر في كونها مصدر آمن موثوقا للطاقة للمختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق منطلبات الاستدامة لتطوية تقنية طاقة نظيفة منخفضة الكربون وسلاسل إنداد البتركمويات من يطلعين لتحقيق أقصر استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في مجالات السياحية والنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شركات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسودها لازدهار والنماء والتقدم وفي الختام نجد ترحيبنا بكم ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج من موسى تعزيز التعاون في مختلف المجالات لما في خير لشعوبنا وازدهار لدولنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته